ما انصرح جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب قبل أيام أن ساعة الصفر لإعلان ما تسمى صفقة القرن ستكون بعد شهر ونصف الشهر حتى سارع مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جريمبلانت لتحذير الطرفين الفلسطيني والصيوني من بغبة رفض الصفقة وعدم التفاعل معها والذهاب إلى التفاوض حولها وإلا سيخسرون فرصة عظيمة بحسب تعبير وإلى جانب التحذيرات تتواصل التخمينات الإعلامية لما ستأول إليه خطة السلام التي وضعتها الإدارة الأمريكية من خلال صفقة القرن التي يتم طبقها بسرية تامة من قبل كوشنر وغرين بلانت وثيقة مسربة من البريد الإلكتروني لكوشنر كشفت عن اعتقاده أن الدفع بعملية السلام سيكون عن طريق كسر الوضع القائم مختبسا مقالا يدعو إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين بحسب ما نشرته مجلة فورن بوليسي الأمريكية وبحسب الوثيقة التي أرسلها كوشنر منذ عام ونصف فأنه رأى أنه من الضروري إلغاء عمل الأونروا لتسوية قضية اللاجئين واستيعاب منهم في الدول العربية بإبقائهم فيها على أن تتولى السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن اللاجئين وكافة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ووفقا للمجلة فأن الوثيقة تظهر موقف كوشنر المتحيز تجاه الكيان الصيوني أمام إحدى أهم القضايا الحساسة بالنسبة للفلسطينيين والعرب ومع إصرار القيادة الفلسطينية على رفض أي مبادرات سلام تصدر من قبل إدارة ترامب قبل التراجع عن قرار الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها يرى مراقبون أن القضية الفلسطينية باتت في خطر حقيقي ووجودي والوضع الراهن الذي تعيشه فلسطين يدفع بها إما إلى إحداث اختراق في تحقيق الثوابت والحقوق الفلسطينية أو إلى دائرة من التوتر والصراع الذي قد يفجر انتفاضة فلسطينية ثالثة لا يمكن توقع ما سينتج عن حصولها